بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحيي عالياً ونرفع شارة النصر عالية لجميع الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر أصحاب الضمائر الحية والأياد البيضاء النقية التي لا تمد إلى المال العام نحيي دميعاً الشرفاء والشريفات فعلاً من طنجة إلى القويرة ودائماً نشكر جزيل الشكر جميع الذين قدموا لنا ولشيوخهم ولشيوخهم وشيوخنا قدماء المعلمين الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم الثامن وتقاعد جميع الأفواج من 2003 إلى قبل 2012 الذين تم التعسف في حقهم وتم إقساؤهم من مخرجات الحوار الإجتماعي التراجعي 25 أبريل 2019 إذن استثناء وإغفال المتقاعدين الذين كانت لهم الأسبقية والأولوية في الترقي لأنهم كانوا ضحايا فعليين وأساسيين للنظامين الجائرين 1985 و2003 وخصوصا النظام الأساسي لل2003 نحيي جميع هؤلاء المعلمين والمقدماء المحاربين خصوصا التوظيفات استينات والسبعينات وبداية التمانينات الذين أدموا فعلا منتوجا تربويا متميزا وقدموا خدمات جليلة للجميع وبدون استثناء رغم الظروف الصعبة سواء المعيشية أو المهنية أو الجغرافية رغم ذلك أعطوا بدون مقابل وخدموا الجميع بكل وطنية بروح الوطنية فعلا كانوا يقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الداتية ولكن للأسف الشديد عندما بلغوا من العمر عتية ونخرت الأمراض أجسادهم النحيلة الضعيفة وأصيبوا بأمراض مزمنة ومستعصية وتقاعدوا بمعاشات هشة ما تصل في بعض الأحيان 2500 درهم 2000 درهم شهريا والأرملة 1250 درهم لا تكفيها حتى لشراء الأدوية ما بالك في المعيشة هؤلاء الشيوخ خدموا بتفاني والأغلب يديا لهم ولجا سلك التعليم عنده 18 سنة وخدم أكثر من 42 سنة وفي آخر المطاف يتقاعد بسلم لا يتجاوز السلم التاسع أو مدون وفي أحسن الأحوال أحسن الأحوال يتقاعد بالسلم العاشر إنني عندما أدافع عن ملف ضحايا النظام فإنني أدافع عنه في شموليته أدافع عنه في شموليته لأنه ملف شمولي لا يقبل التفيئ ولا التجزيئ كما فعل البعض البعض من الضحايا ممن سموا أنفسهم ضحايا وما هم بضحايا أساسيين وخانوا الأمانة وكانوا أكثر أنانية كل واحد كانت يقول أنا وبعد الطوفان وبعد ذلك جليا في 2016 عندما تمت التفرق والتفيئ والتجزيئ إلى فئة للمتقاعدين وفئة للمزاولين كما فعلوا معنا في 2012 حيث قاموا بإقساء كل من تقاعد آنذاك قبل 2012 وكانوا يتحججون أن هذه المظلومية تضم فقط المزاولين مع استبعاد المتقاعدين شاهرين في وجهنا القانون الذي يقول لأن الطرق من حق المزاول وليست من حق المتقاعد رغم أن هذه هذه يعني هذه القاعدة تم اختراقها وإسقاطها في ال اتفاق 26 ابريل 2011 عندما قاموا بترقية حوالي 3000 متقاعد بأطر رجعي لرجوعهم ب14 سنة إلى الوراء من 1997 إلى غاية مع الجوج 2003 وقاموا بترقية فقط متقاعدين الأساتدة الإعداد الذين لم يسبق أن كانوا معلمين في الوقت في الوقت قاموا بإقساء المعلمين المتقاعدين لللائحة ديتهم كانت موجودة إلى غاية لائحة المتقاعدين إلى غاية 2011 قاموا بسحب هذا الملف رغم أن كان القاسم المشترك بينهم وهو الاستفادة من المادة 12 يعني قاعدة 6 سنوات في السلم من أجل الترقي فقط بـ 6 سنوات من 15 سنة أقدم عامة وكانت هذه الفئة فعلا فعلا مستهدفة من أجل الترقي لأن هذه القاعدة أتت وهذه المادة للـ 112 والمادة 115 جاءت من أجل إنصاف المعلمين السابقين الذين تأخروا في ترقياتهم وقرصنة سنوات تعد بالعشرات من مسارهم المهني وصورقت سنوات سنوات من مسارهم المهني فكانت من المفروض تأخروا ما يستفيدوا من المادة 112 تأخروا ما يستفيدوا من سنوات اعتبارية في الوقت من اختار الحق لك نتي تتبعوه بالنسبة للترقي وتأخذوه المتقاعدين وتقول لك الترقي من حقي المزاويل الناشاة إذن إعدادي المادة 112 115 كانت جاية من حق كانت معطية الأولوية للفئات الجد متضررة الذين يعني لازالوا في سلال دنيا التاسع هو مدون والذين توظفوا بالسابع والثامن وهم الفئة الجد متضررة لقين هم عالجوا بها الإعدادي الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعطوهم المادة 112 وعطوهم المادة 115 يعني دازوا بست سنوات فقط ودازوا وتمنحت لهم سنوات اعتبارية وعطوهم هنا سنوات جزافية تمكنهم من الترقي يعني غير محدودة أنبونيس ما عندوش الليميت يعني دوز وربي كبير وهذه السنة اللي كان خلصنا ندوزه ولا ما ندوز مناش إذن من هنا نشوفهم جوا في 2019 وعاودوا نفس الكرة نفس الكرة من 2016 ولا وقال لكم مزاولين ومتقعيدين هذا هو التفيه هذا هي الخيانة اللي خانوا فيها الزملاء ديالهم قصة بعد الأوائل لتوطفوا في 60 وفي 70 وفي بداية 80 وخصوصا أن تنقول دائما أن المزاولين كانوا اتضروا من المادة 112 يعني ما دازوش ب6 سنوات ودازو بعشر سنوات وأكتر المزاولين واللي كانوا توضفوا من 80 حتى 1986 هذه الأفواج اللي فعلا كانت مستهدافة لأنها ترقعت غير جوج مرات وما استفدتش من المادة 112 ولا من المادة 115 تنجو تلقوهم يعني حتى في هذا المرسوم اللي كان المفروض يكون من حقهم اللي كانوا استافدوا هذوك اللي كانوا مؤثرين وكانوا ينسوجون علاقات طيبة مع هذوك اللي وقفنا هنا مني تنقول أنا هل نريد المتقاعدة تنشر لا اللي هي أنا لست ضد بل بل هذه طوريطة تورطو فيها وهي من أجل نشد هذه الطوريطة التي تورطو فيها باش نعزو بها الملف ديان لأنك مين قلتي لأن الطرق من حقي المزاويل فما كان شخص دووز متقاعد بصفتان ما إذن كدرت لها تدوز المتقاعدين وكدرت لها تدرت احتساب أثر يعني المرجعي دي الـ 2016 وقدرت التاريخ المفعول المالي وإداري في 2016 وكيف عاودت تدوز تدوز مالي وعاودت تدوز تدوز من حتى اللي كانوا مقصيين لأن الطرق المرجعي مين حتى تدو طريق مرجعي مبقا شي واحد خصوية تدوز قل وهو التاني درت تدوز تاني ودوز من 2012 وهذا شي يقول لا ميزاجي ميزاجي ديالكم على حساب الميزاج وعلى حساب الوساط والتدخلات إذن ما كنتوش تحتكموا إلى العقل وتحتكموا إلى القانون وتقوموا بالتشخيص الوضعيات اللي فعلا اللي خاصها الأولوية خاصها الأولوية ماشي تجو تعطوا الأولوية دكش اللي بغيت انتوما دوز المتقاعدين كان عليك توز تمشي المتقاعدين تشوف المتقاعدين في 2003 2004 2005 2006 اللي كانوا متقاعدين لوائح ديالهم كنا دوكرا متقاعدين قيدين تجيبش لي واحد ما عنده التشي وتشي علاقة لا علاقة لا بالوظيفة ولا بوزارة التربية الوضنية ما بقاش خدام كما تقول ما تيتسالش إذن هدو تهم كانوا مخدامين عداش رقيتهم ردتهم تيتسالوا 26 جوان 2019 اللي تنشر المرسوم إذن هدو كما المزاولين على الجيتو على الجيتو في 2003 النظام الأساسي 2003 ما خرجو سدار 10 فبراير 2003 عفوا ومن شرطوه الجريدة الرسمية حتى نهار 13 جوج 2003 لاش ما وصرتو 13 لأنكم وقفتوا التارقي في 12 جوج 2003 وقفتوها تم والنهار الاخر شرطوا المرسوم باش الاخر اللي دار من بعدها مستفج يتقاعد من بعدها مستفج ماذا لماذا رجعتوهم ثاني في هذا النظام الأساسي في هذا المرسوم 19 504 ودخلتو كل كانوا بقوم 127 واحد للإعداد الذين سبقا كانوا معلمين الذين سبقا ودوزتهم ودوزتهم بأطانر راجعي ومن 2006 2010 من 2011 دوزتهم بأطانر راجعي وتجوح نتاكل هنا في رزقنا وبيت هنا نسكتو لكم باقين تنضيروا معكم الصواب باقين تنضيروا معكم الصواب أما الحقوق دينا حقنا مشروع دوزت المتقاعدين توردتهم دوزت غواحد قبل من 26 جوان 2019 والتي مطالب وبزز منك تدوز جميع المتقاعدين باش من حق الدوز من 2016 ومن بعد ثاني عاوتي تدوز من 2012 ودرت لي نحن الباريير ما هو ؟ أعطي شيء إقناع إقناعني ترقية المزاولين من 1 1 2016 تدخشموش ترقية المتقاعدين بأتر الرجعي وأصبح ترقية للمتقاعدين والمقبلين هالتقاعد أما المزاولين تلعين وردتهم عطشانين ناخد أول في الوقت اللي بغيت الدوز متقاعدين كان لكم الدوز من فيهم ثلاثة لأن كانت المراجعة المادة 115 الموجودة في المرسم جوز صيف جوز 854 وهو النظام الأساسي للوزارة التربية الوطنية موظفي وزارة التربية الوطنية هذا سوف يدوز وغادي يدوز وغادي يدوز وغادي يدوز لو لا الرجال والشرفاء والشريفات ومن هنا من آسف حاضرة البحيط المناضلة لم يكن هذا الملف سوف يتعرف أو سوف يأتي الاعتراف والمهم تهمنا نحن الاعتراف سيد وزير التربية الوطنية بأن كينين الفئة كينين الناس كانوا هما اللي عندهم الأولى وما الأولين كانوا 10200 متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المدوفون رحمه الله سواء أن يكون متقاعد بالتاسع دواء متقاعد بالعاشر تموم من تجوش وحدين تقول لك أنت نهضر على التاسع نهضر على التاسع لأنه لكي نعزز أنا متهمني إلى التاسع إلى عاشر أنت يهمني الفئة اللي هي يعني مظلومة ندافع عليها لأن المئة الفئة اللي مدلوهم دي التاسع ركين اللي يدرب 37 سنة 38 سنة و 12 سنة و 32 سنة وما فوق و 37 و 35 أكثر وهم وكي ني اللي في 2019 ومدو وزوها ومش ومدخل اللي 127 دي المعلي من 2006 ومدخل اللي تاني المعلي الأساتي اللي تخرجوا بالتاسع يلا تخرجوا في 2012 و2013 وتقول لها ضحايا الزنزانة اسم الزنزانة لم يكن قليم زنزنين لأ ما كل خاص يصبح خاص يصبح ما يتوضح بال7 والثامن وبتقاعد كانوا مزاولين وتقاعدوا بالتاسع وكان من 2012 إلى 2015 تقاعدون بعد 37 عام دي العمل دخلتهم في المرسوم كفية أولى ودخلتهم من 2011 تاريخ مرجع من 2011 وكان يتقاعد بالسلام مالذي ما تتساءل مالذي ما يتساءل مالذي يتساءل مالذي من الحق داخل في المرسوم اما الأول أولا تلك المترقيين ومترقيين لديه رابطة وظيفة مقيد مقيد مدة 3 سنين ممكن لديه ما الذي يجب أن يسبقه وما الذي يجب أن يطرقه ودرته فيه الكوطة وكتبه للمتقاعد ولوحد لا يوجد علاقة بهذا الملف يالله هاديز وضعي إدارية ماذا هذا معقول؟ وضعي إدارية من الذين يجب أن يتحيين المشاه crème من الذين ماخية البرد LINK مما م documentaries كنت سانتين ومن الذين يحتوي على صورة السلام وقوة السلم التسار ومن الذين يضعتين cómo وقوة السلم بن60 ما الذي لم يكن انتبق من فضل Ciين إذا كنت الكتابح فأين육ت له فأينيك هذه الخباية ومؤلمون ورخصكم تقلصوا معنا الطاولة والميلة يكون من الأولويات لا شيء سوف نبقوا للعب نحن نظرك ما تفعله بكرة ثمانينات رمضة نشغل لنجعلكم تفعله تضعوا الأفضل و الأسباق و الأتباعكم و القواعدكم لا نسكتوش لكم عليها لأنها تغيرت الأمور تغيرت تنشروا الأمور تنوصلوا على موصلوا إن شاء الله و المسلوخ جميع فسد إلا إذا قلتوا على الطاولة والميلة يكون من الأولويات لا يهمنا أي وزير يأتي لا أي رئيس حكومة يأتي لا يهمنا لدينا ميلة للمتقاعدين خاصة ندوزوا خاصة ندوزوا فضينا الهضرة لأن المتقاعدين الواحدين الذين من 1997 لم يكن مراجعة للمتقاعد وتدوزوا جميع الحكومات جميع الحكومات التي كانت في 2011 أو في 2019 كل شيء يستفد كل شيء يستفد من زيادة المتقاعدين لماذا لا يستفد ماله ليس مواطنين ولكن رب الضعف لكم متقاعدين لا تتحضروا على حقكم لا تتحضروا لا تتحضروا فنشوفوا هنا في هذا الميلف ديال ضحايا النظامين هذا الميلف نجروا ونطيحوا ونوضعوا حدنا والله أخرين قلسين ناعسين أصحاب النظام بالوكالة تقول لك وخلتها تطيب ونجنوها ونجروا 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 ونبطاحيين ونبطاحيين أي حاجه كانت عندي .....نا Yeon عندما يصل للرأس الحربة يمكن أن يكون حلو معي المشكلة لا تجد ما معي المشكلة لا تجد المشكلة مع هذه الأتباع ومع هذه الحاشية التي تكون ضائرة فيها ولكن الحمد لله جميع كنتنا ندخلون ونوصلون وكانوا وقفوا معنا في الأعلان ووقفوا معنا الرجال وصلوا لهم وعارفهم وعطوا أسماع في المالية لا في المالية لا في تدار معك أنا من 97 لا في جميع المصالح كنتنا نوصلوا للناس الكبار لا يجزيهم بالخير وبقى عندنا الأيان أسماء ديانا لا يمكننا أن نقولهم وصلوا للناس الكبار تحلوهم عن المشكلة مثل قوش معهم مشكلة المشكلة تكون في ذلك الأخرين وحنا هذه التصرفات لا تجعلوها تدوز تجعلوها تدوز إذا لم يكن العامل أود عني كل مسائل البارع مجرم برمجة أولا 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 كنت نحن المشكلة برمجة المشاريع من 2022 وعلى العامل خدمة ولد عمي إذا فكوا للمشاكيل لكي تعملوا على خاطركم نرى بغينا لكم الخدمة فعلا فعلا تعملوا مزيان كنا نقولها قبل نحن لسنا بهوات للإحتجاج ولكن الإحتجاج لا دفعك للضرورة للضرورة فقط أما الحقوق دينا رأي بينا وضعنا حقوق دينا فضينا الهم ما هذا الشي اللي قلتول للناس لنشي شغلنا فيه ثم رأى عار تكتبش خلي تدير تقول لي رأى غادي نزيدك ألف درهم ولألفين درهم وتدير لي شغرات أو تتقول لي هذا في حدود في حدود الفين وخمسة وعشرين في حدود الفين وخمسة وعشرين وصيرت الالفين وخمسة وعشرين قال لها هذه الاتزامات التي قلتها ستبدأ تباين من الآن لكي نفضل مسائل اقتصادية الاجتماعية الأولى والموارد البشرية الأولى عفوا الاهتمام بها ونحن نبارك أي خطوات التي تكون إيجابية في الصالح العام نباركها لكن الحقوق دينا الملفات العالقة الملفات الغالقة الملفات الغالقة يختار بها التعليم في السابع والثامنة خصوصا لتقاعدة اللي كانت تقساو من 2003 حتى قبل 2012 ووزر كان اختار يعني كان واحد أكثر كرما راجعة ألفين وجوج وألفين واحد وألفين لأن اللواح كانوا قداموا عارفتين كينة وشوفوا الظالمة شوفوا الظالمة شحل كانوا ولاحوا عشرة لاهم ومئتين الموحيط لا أقلوش عليهم ولكن كما جبنا الاعتراف سنجيبوا الحقوق دينا ولكن المشكلة أن الجميع المتقاعدين خصوصهم يكونوا رجال يكونوا رجال ونساء حرات وأحرار وحرائر وأنهم يدافعوا على حقهم ويقفوا عليه أنا مقيتش أنا قناعة هذه الصحابة لا يتأخذ شيئا لا يشتيع لا يشتيع لا يضرب على رأسك لا لا يشتيع شيئا معه ونحن مستعدون لأي شيء حقنا أن نأخذه دوز المتقاعدين دوزنا ونحن اللون ونحن صابقينهم ونحن كانوا مخدامين مردامين ونزفتين ونعندهم طرابة توظيفية ونعندهم استثنين كالله ديز عام عامين دوزنا ونحن نقول لنا كوطة ونحن اللي واحدة يقترقيننا كينين ونحن لم تدرسوا دراسة ونحن تتوحلوا معه ونحن أتفاك معكم بعدها أنا لا أتفاكت معكم ونحن لا أتفاكت معه ونحن قد نخصروا فالهطراء إذن اكتفى به هذا القدر ونحن بالجميع جميع المتقاعدين لزمززوا والذي تضروا من المرسوم يجوز 17.540 لكي يتكتلوا ويكونوا على التنصيق قوي وبني على الصح والرجال يكونوا فيه الأحرار والنساء الحرائر لم يغينا نحن الدومة الدومة تجاوش عاي صورة لم يبقينش بغيناهم يقالسين الناسين نحن نرى يوميا وقالسين ما تنخلوه الطابلاثة الآن الآن بقية الله تخديت الربعة ونسية الله تخديت نحن تنظر ونقلبه سيرناس اليوم مع رأسة تقول رغض يدي شيء زفتاء الله يلا بديتي شيء زفتاء كل واحد تجري على رأسه ونواته تجروا تجمعكم فيكم النفس ديروا اليد في اليد ديروا اليد في اليد من عجل المصلحة العامة ديالتشيوخ لا يستحقوش يعني الإنسان يتخلى عليهم نحن نوقف معهم خصوة الناس المرادة لما قادروا ينوضغ نحن نكونوا من السند ديالهم والأراميل الناس اللي توفاهم الساكن كانوا تنادلوا معنا الله يرحمهم جميعا ولداتهم تهم من يجبوا لهم الحقوق ديالهم النساء الأراميل ديالهم ودوي الحقوق ما نتخلىوا على التشي واحد يكون قاعد بالسابع أو بالتامن أو بالتاسع أو بالأيام لأنه كما قلت لكم التحريف إذا الداكرة رحتوا معايا نرى فاهمين ايش يقولوا ترقيات تعتمد جبر الضرر للإعتبار هذه المادة 112 و 115 من حق الجامية كل شيء يجب أن يستافد منها كل شيء يجب أن يستافد منها هذه واحدة ثانية سلم الذي يتوظف به هو الأصل الذي يتوظف به هو الأنصاف الذي كان محصي من 1972 إلى 1986 داخل هذا الإحصاء الأنصاف كل شيء يدوز التواحد ما يبقى وفضينا يلا تحية نيضال يلا يا عالم